الله يا الله يا الله يا الله الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشكره والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهبين كلامنا إن شاء الله يكون على الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل إراقة دم مرئ مسلم أي لا يحل قتل مسلم أي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم إلا بإحدى ثلاث لا يجوز أن يقتل المسلم إلا بأمر من ثلاث أمور ثلاث خصال لا يقتل بسبب من الأسباب إلا بواحد من هذه الثلاثة الثيب الزاني الثيب الزاني المراد به الثيب المحصن إذا زنى المحصن هو المكلف الحر الذي جامع في نكاح صحيح المكلف يعني ليس الصبي ولا المجنون الحر ليس العبد الذي جامع في نكاح صحيح كان تزوج زواجا صحيحا وجامع زوجته في هذا الزواج إذا زنى بعد ذلك فإن حده أنه يقتل الثيب الزاني وطريقة قتله الرجم وهذا الرجم إنما ينفذه به الحاكم الحاكم يأمر به ليس أحد المسلمين يقيم عليه الحد إنما الذي يقيمه الحاكم وهذا أي الرجم عقوبة للزاني المحصن أجمع عليها العلماء ولم يختلفوا فيها وكان في السابق فيها قرآن يتلى ثم نسخت تلاوة هذا الذي كان يتلى في الزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة هذا كان يتلى في القرآن ثم نسخ الله تلاوته وبقي حكمه ما عاد يتلى على أنه من القرآن لكن بقي حكمه وقد رجم الرسول عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء الراشدون بعده ومن بعدهم رجم السلاطين على توالي العصور بلا إنكار من أحد منهم فانضاف الإجماع العملي إلى الإجماع القولي بشأن الرجم هذا مع النصوص الصريحة الواردة فيه لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم إياكم أن تضلوا عن هذه الآية التي نصخ تلاوتها يعني أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله إياكم أن يقول قائل نحن نجد حد الزاني الجلد لا نجد الرجم في القرآن يقول عمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ونحن رجمنا ولم ينسخ من الآية إلا تلاوتها وأما حكمها فبقي ثابتا ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها يعني لولا أن يظن الناس لولا أن يقول الناس عمر زاد في كتاب الله كنت كتبتها على حاشية المصحف وهذا الزنا الذي يوجب الحد هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج لا ما دون ذلك يعني إذا حصل تقبيل حصل مفاخزة حصل ضم لكن لم يحصل دخول الحشفة في الفرج فليس هذا هو الزنا الذي يوجب الحد لا يوجب ذلك الجلد إذا لم يكن الإنسان محصنا ولا الرجم إذا كان محصنا وذلك إما أن يقر به الزاني نفسه يقول أنا زنيت فيقام عليه الحد أو يشهد أربعة شهود عدول أنهم رأوا هذا الفعل منه رأوا الزكرة في الفرج كالميل في المكحلة إذا شهدوا بذلك عند ذلك يقام الحد على الزاني نعم والنفس بالنفس أي قاتل النفس يقتل قصاصا إذا لم يعف عنه أهل القتيل ولا يجوز أن يقتله إلا ولي الدم لا يجوز أن يقوم غيره بقتله لأن الله تبارك وتعالى قال فقد جعلنا لوليه سلطانا لا لغيره معنى ذلك إنسان قتل رجلا وأولاده كبار أولاده هم أولياء الدم لا يجوز لابن عمه أن يقتل القاتل إنما الذي يقول نريد أن يقتل القاتل أو نعف عنه هم أولياء الدم السلطان في هذا جعل لهم لا لغيرهم نعم والتارك لدينه المفارق للجماعة الأمر الثالث الذي يقتل به الإنسان هو إذا ارتد عن الإسلام الخليفة يقيم عليه الحد فيقتله بالردة سواء كانت ردته وخروجه عن الدين بالكلام أو بالاعتقاد أو بالفعل وذلك لأن الخروج عن الإسلام أحيانا يكون باعتقاد مثلا يعتقد الشخص بقلبه أن الله غير قادر أو غير عالم أو أن القرآن باطل أو أن محمد عليه الصلاة والسلام كاذب نعوذ بالله من ذلك أو يعتقد بقلبه أن الله يشبه المخلوقين أن الله جسم له طول وعرض وشكل أو يعتقد أن الله تبارك وتعالى ليس متصفا بصفات ليس حيا ليس قادرا ليس سميعا ليس بصيرا ليس عالما أو يعتقد أن غير الله يخلق كما أن الله يخلق وأن الإنسان هو يخلق فعله ليس الله تعالى هو الخالق وأن مشيئة الإنسان تتنفذ غصبا عن مشيئة الله لو شاء الله خلاف ذلك تنفذ مشيئة الإنسان ولا تنفذ مشيئة الله من اعتقد عقيدة من أمثال هذه العقائد إذا كان مسلما ثم اعتقدها صار كافرا خارجا عن الإسلام ولو لم يتكلم بذلك ولو لم يفعل فعلا بجوارحه النوع الثاني أن يفعل بالجوارح شيئا يكون كفرا وذلك كأن يسجد لصنم صنم هو ما يعبد من دون الله الصورة التي يعبدها الكفار إذا سجد لها لو قال أنا في قلبي أعظم الله لا أرى لهذا الصنم منزلة إذا سجد للصنم أو للشمس أو للقمر أو للنار أو للشيطان فإنه يكفر بذلك إذا رمى المصحف في الزبالة وهو يعرف أنه المصحف إذا رأى اسم الله تبارك وتعالى فداس عليه عمدا والعياذ بالله تعالى إذا كان بيده ورقى فيها بسم الله الرحمن الرحيم رماها في الزبالة حتى تترماها في الزبالة أو ما شابه ذلك هذا يكون كفرا بالجوارح النوع الثالث كفر باللسان وهو كأن يسب الله أو الإسلام أو الكعبة أو يسب نبيا من الأنبياء أو يستخف به أو يستخف بدين الإسلام أو يستخف بالجنة أو يستخف بالصلاة أو يستخف بالصيام أو يستخف بالحج يستهزئ بهذا كله وما شابه ذلك كل نوع من هذه الأنواع يكفي وحده ليخرج الإنسان من الإسلام ولا يشترط أن ينضم إليه نوع آخر فإذا وقع الإنسان في أي نوع من هذه الأنواع فأخذ إلى الحاكم أخذ إلى القاضي إلى الخليفة فاعترف أنه حصل منه يقول له ارجع إلى الإسلام إن رجع إلى الإسلام أعفاه من القتل إن لم يرجع إلى الإسلام قتله سواء كان ذكرا أو أنثى وكذلك إذا شهد عليه سنان عدلان أنه تكلم بكلمة كذا من الكفر مثلا أو فعل فعل كذا من الكفر فإن الحاكم يطالبه بالرجوع إلى الإسلام إذا رجع فذاك الأمر إن لم يرجع فإن الحاكم يقتله عند ذلك وكما قلنا هذا في الرجل والمرأة لكن في بعض المذاهب يكون هذا الحكم في الرجل فقط لا في المرأة يعني في بعض المذاهب المرأة إذا ارتدت لا تقتل لكن تحبس ويضيق عليها حتى ترجع إلى الإسلام أما في مذاهب أخرى كمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن الرجل والمرأة كليهما إذا حصل من أي منهما كفر بعد أن كان مسلما يؤمر بالرجوع إلى الإسلام إن رجع فذاك الأمر وإلا قتل قتله الخليفة حفظا لنظام الدين حفظا لنظام الأمة يقتل بالردة ويفهم وقد يفهم إنسان من الحديث المتقدم أنه لا يوجد شيء آخر غير الذي تقدم يقتل به المسلم وليس كذلك بل يوجد بعض الأمور التي تلحق بهذه الأمور السلاسة دلت عليها الآيات والأحاديث مثلا الذي يترك الصلاة المفروضة يقول له الخليفة صلي على ترتيب معين على هيئة معينة ذكرها الفقهاء بعد وقت معين إذا لم يصلي يقتله الخليفة بتركه للصلاة هذا مذهب الشافعي وهذا أيضا فيه خلاف بين الآئمة الشافعي رضي الله عنه يقول يقتل بترك الصلاة الإمام أبو حنيف يقول لا يقتل يحبس وينخس ينخس حتى يقوم فيصلي والخلاف بين هؤلاء الأئمة في بعض الأمور رحمة بالأمة الله تعالى يرضى عنهم ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا والمعنى في قتل المرتد أن في تركه على الردة مع إصراره عليها خللا لنظام عقد الإسلام فوجب قتله حفظا للأحكام والآن في أيامنا بعض الناس يعيب على شرع الإسلام هذا الحكم الذي لا ينفذه أحد الأفراد إنما ينفذه الخليفة يكون هذا بأمر الخليفة قتل المرتد على كل حال يعيبون هذا وهم يقتلون الإنسان بما هو دون ردة وبما هو أقل من الكفر بكثير لأنهم يعتبرون أن هذا فيه خلل فيه إخلال بالنظام العام نسأل الله أن يحفظنا وأن يوفقنا لما يحبه ويوضاه رواه البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما والله سبحانه وتعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر